السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ألف شهيوه وشهيوه نتمنى لكم فرجة موتيا السلام عليكم يا بنات نتمنى تكونوا بخير وعلى خير دائما في إطار تحضير حلويات عيد الفترة المبارك إن شاء الله اللي بقتله أيام قليلة ويتطلع علينا هل نحضر معكم اليوم حلوة بالكوكاو والشوكولات بدون فرن جد سهلة في تحضير مكونات جد بسيطة عندي هنا بالضبط أربعات المكونات والمنظر ديالها جد رائع وجد راقي تابعوا معي لبنات الفيديو إلى النهاية باش تشوفوا المكونات وطريقة التحضير وقبل ما نبدأوا الناس اجتاد مرحبا بكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باش توصلوا دائما بجديد القناة بسم الله على بركة الله غادي نحتاج مئتين وخمسين جرام ديال كوكاو هذا اللي منقي غادي نديرو في لطا ديال الفران وغادي ندخله يتحمر يعني انحتاجوا محمص في الفران ونقابله ما نغفله شريح حتى ياخد لي واحد لون محمر اذا هذا غادي نخليه جانبا حتى ندخله الفران عندي هنا يميل عقا ونصف كبار ديال الشوكولات بودغ ماشي الكاكاو المور لا هذا الشوكولات اللي يكون حلو هذا باش يعطينا شوية جلون ويعطينا واحدة المذاق زوين وعندي بيسكويت النوع اللي بغيته انا نستعمل هذا في حبيبات ديال الجنجلة البنات اللي في المغرب راكين موجود في بيم وبتمن جد مناسب غادي نستعمل منه 150 جرام اذا لا مكانش متوفر عندكم ولكا تفضلوا اي نوعية اخرى لكم كامل حرية وكامل اختيار ديرو اي بيسكويت بغيتو 150 جرام من البيسكويت وعندي هنا شوية ديال نستلي غادي نجمع به نستلي كاراميل تقدرو تعوضوه بالعسل او لا تخلطو ما بينا تهمسوش اذا نستعمل انا نستلي كاراميل انا نحمر الكوكاو ديالي ونرجع ان شاء الله من بعد ما يجهزلي بعد ما يتحمر لي ذاك الكوكاو في الفران وطبعا نعيني عليه كل مرة نطلع عليه ما نغفلش عليه ونحركه مرة مرة هذين مشي نوجد شوكولات ديالي اذا هنا دوبت شوكولات ابيض بغيتو تديروا شوكولات اسود او لا ابيض اللي بغيتو انا سنخلطان بدن ندير شوكولات ابيض ومن بعد غدن ندير شوكولات اسود اذا غدينا ندوبوه في حمام مائي وندير معاه واحد نقيطة ديال الزيت يعني القليل فقط غير لحسب اللمعة وصافي وغدي نبدأ نخويف هذا المول القياس اللي غدي يملقلي الفراغ اللي هنا لدخل فهذا المول انا عندي شوية كبيرة كيني نفس الشكل اصغر شي شوية كيهزوا مع القا صغيرة هذا كبير شي شوية ولكن انتو تفضلوا اشكال اخرى تقدروا تستعملوا اذا صافيغي هكذا يتملقلي هذك الفراغات اللي هنا في الجناب كله هذي نحبس نحاول البنات ما نقطرش مع الجناب باش يجيني شكل ديال الحلوة ديالي مقاد مجيش هبطة شوكولات مع الجناب اذا انا غدي نواصل نعمر هذي الفراغات كله مشي نطلع لالفران شوف كوكو ديالي فين وصل ونرجع نكمل غديدتا سالي المول كامل سافا البنات هنا ساليت شوكولات ديالي كله عمرت هذي الفراغات في المول اذا سوف نجعلها تشد راسها اما نجعلها الى وجهتها في واحد الوقيتها قبل ما نبدأ الخدمة في الحلوة ديالي وجهتها بكري سوف نجعلها تشد راسها غريفة وقصدها العمل سينو را تقدروا تدخلوها لتلاجة او المجمد إذا كنتوا زربانين عليها اذا انا بديد الخدم في الحلوة ديالي كوكو ديالي راهو واجد سوف ندخلها لتلاجة باش تجمد لي بسرعة باش نكمل الخدمة سوف ندخلها الكوكو ديالي بعد ما خرجوا من الفران دائما كما نقول لكم التحريك المستمر اذا هذا هو اللون اللي كان حصل عليه انا الكيمياء اللي كنت وريتكم في اللاطة كانت نصف كيلو سوف نستعمل منها فقط 250 جرام لما عندهاش الفران سوف تحمره في المقلة التقيلة تهيئة كافية بالغرض وكتعطي نتيجة مزيئة اذا دباع سوف نطحن الكوكو ديالي ولكن لا نطحن الكوكو ديالي سوف نرمشو شوية ونرجعو نتلقاو لنبعد ان شاء الله هذا هو الشكل الكوكو ديالي بعد ما طحنتوه انتم ما تشوفوه سوف نرمشو باش يبقى لي فيها كحوبيبات ديال الكوكو يجيو في العدة يجيو مقار ماشين ويجيو المعداق لديت جدا اذا دباع سوف نطحن الكوكو ديالي سوف نستعمل منه خياس 150 جرام سوف نضيف البيسكو سوف نتكلم قياس 150 جرام سوف نضيف البيسكو سوف نضيف شوكولات لا تريد أن تستغنوها قبل أن نضيف العجين لذلك سوف نضيف شوكولات لا تستغنوها لن تستغنوها المرورة سوف نقوم بمضيف في هذا النسطلي انا كنت دي رفت اللاجر عندي شيء شوية تقيل من الاحسن يكون شوية مطلق بشي ساعدكم في الخدمة اذا انا بدأ نزيد شوية بشوية و نجمع بغيتوا تجمعوا بالعسل كما سبق لي قلت لكم تفضروا تجمعوا بالعسل او لا تخلطوه اعطلت الان معلقة تجمعوا بالنسطلي انا اعطلت اعطل قصصا اعطلت الان اعطلت معلقة لان أعطلت القياس تقريبا من المعين انا اجمعت الكوكا و بيسكويت اعطلت اعطلت الان ثلاثة معلقة كبيرة لانكم ترون كيف اعطلت قليلا معلقة تجمعوا الان نضيفها في هذه القوالب إذا أبقى لدي شوكولاتة جميلة جيدة و سوف نواصل سوف يكون شوكولاتة جيدة سوف نأخذ من هذا العجنة الكوكاو نأخذ شوكولاتة سوف يكفي خلف المول سوف نأخذ إذا نضغط عليه نحاول نوزعه مزيان لا يبقى ليش فراغات البنات أعطوه شوية الخاطر أنا عندي هذا المول هنا إذا كان ارتفاع دياله كبير لا تعمره تلفق كيف ملاحظت أنا هنا الفراغ اللي بقى لي ماشي كبير بزاف نحاول نجيبه مقاد والزائد والزائد بنفس الطريقة نعود نصاوب واحدة أخرى معكم والباقي نسالهم بوحدتي من اللي غادي نسالي هادو أنا عندي نغيم والواحد غادي نعود نصاوب واحدين أخرين هاد المرة نديرهم بشوكولاتة أسود هكدا باش نتوما تشوفوا بشوكولاتة بيد كيفش كاجي وبشوكولاتة أسود كيفش كاجي وتختاروا الشكل اللي كي يجبكم نيجيكم أحسن في المنظر إذا نواصل بنفس الطريقة البنات من اللي كان سالي هادو ندخلهم شوية لتلاجة غي علما هادو كناستلي تجمع شي شوية باش هادو طبقة ديال الكوكول تشد الفورم ديالها مزيان وغادي ندموليهم ونرجعو نشوفو الشكل النهائي ان شاء الله من بعد ما دخلت الحلوة ديالي تلاجة بعد دقائق فقط يعني تقريبا خمسة تلعشرة دقائق ماكسيموم غيباش هادو طبقة ديال الكوكول تشد مزيان ونقدر ندموليها بكل سهولة اذا فغادي نخرجها من المول بهاد طريقة البنات المولية السيليكون رساهل في خدمة ديالو كي يعونكم بثاف كل سهولة كتخرجوا الحلوة ديالكم انتم ما شوفو بنات حل كتجيزوينة هاد الحلوة ما زال غادي نزينوها من فوق تعمروها باللي بغيتو ممكن غيب الكرامل ممكن بالفخوي الساك ممكن بكوكا ومهرمش جمعه بشوية الكرامل ولا اللي بغيتو لكم كامل حرية اذا انا ندموليهم كاملين نرجع نصاوب ديال شكولات الاسود ونرجع ان شاء الله نتلقاوا باش نزينوهم هادو هما الحلوة ديالي من بعد مساليت هادو هما اللي درتهم بشوكولات الابيض هادو هادو اللي درتهم بشوكولات الاسود هادو هانتو ما تشوفوا البنات باش انتو ما عزلوه اذا بغيتو تخلطو بحال هاك خلطو بغيتو تديرو غي لون واحد شوفوا اللي بان لكم حسن انا في نظاري الابيض شحسن خصوصا من اللي زيننا اصطاء منظر احسن من الاسود هانتو ما تشوفوا البنات هادو بشوكولات الابيض هادو هادو بشوكولات الاسود اذا بالنسبة لتزيين كما قلت لكم كيبقى على حسن الاختيار تقدرو تاخدو غي هادو الكراميل تلقوه شوية في حمام مائي تديرو في شيء ولا بشي كسرنا لتحت تكون فيها المسخون وعلى ما يطلق لكم شي شوية وتعمروا هنا الوسط هذا يعني تزيين بسيط جدا انا هنا اخذت كوكاو اللي كنت تحمرت شي شوية منه وقردتو غي شوية بالموس لم تطحنتوش باش يتقالي هكا حبات كبار وجمعتو شوية ديال كراميل بقليل فقط وغادي نحطو هنايا في الوسط نحاول منكترش باش ميجينيش خارج بثاف اعطوه الخطر البناتر هادش يخصو شوية ديال الدقة في الخدمة شوية الخاطر هادش اللي غادي يخرجلي هنا ديال الكراميل هنحاول من بعد نمسحوه ثقاته بقليل هادش ندخل كلها ويقوم بتعمر المكسرات وليس عمل بفاكه المأسلة لكن اخضر لم ندخل لها هادش صراحة راقية في المنظر رغم ان المكونات ديالها جدا بسيطة لما نشدتكم بزاف الفيديو عاد شراء عادي يشد لي الوقت عادي ياخد لي بزاف دلوقت لبرا قريب يقدل المغرب خسني ونجد الفطور اذا غادي نحبس الفيديو نسالي ونرجع نكمله ان شاء الله ونرجع نوريكم الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا اذا هنتم تشوفوا من الجنب كيف كانت جي هذه اللي بشوكولات الابيض وهذه اللي بشوكولات الاسود هنتم البنات جد رائعة وراقية في المنظر وبسيطة في التحضير من غير هذا الكوكو اللي درناها لدخلك ياخد شي شوية الوقت باش نقادلهم زيان اذا البنات هاد الحلوى جد مناسبة للناس اللي ماندهمش الفران فما كتحتاش للفران ستتوجدوها بكل سهولة اذا الكوكاو اللي انا حمرته في الفران اللي ما عندهاش هتحمره في مقالة وصاف يعني ابدا ما كتحتاش للفران وكيف ما شفتو النتيجة جد رائعة هنتم البنات شوفوهم راقيين في المنظر يعني تحتوه في بلاتو خصوصا هكي لادرت وجوج الوينات فاشي حاجة اللي كتتحمر الوجه السراحة على بساطتها جميلة جدا نتمنى الفيديو ديال اليومين الاعجاب ديالكم وتجربو هاد الحلوى في هاد الايام المباركة الى عجبتكم الفيديو بارتاجيوها مع الاصدقاء ديالكم الناس اللي اول مرة كيشوفو القناة مرحبا بكم اشتركو عبر الضغط على الزر الاحمر اللي كايين التحت واضغطو على الجرس باش دائما توصلو بجديد الوصفات واذا بغيتو تنضمو الى المجموعة ديالنا على الفيسبوك هل نخليلكم الرابط في صندوق الوصف وصلنا لنهاية الفيديو نتلقى ان شاء الله في فيديو اخر وفي وصفة اخرى ومازال حلوية العيد مستمرة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة